السياسة الدولية الآن هناك صراع بالوكالة يعني الآن روسيا كيف واجهتها الولايات المتحدة لم تدخل في حرب مباشرة معها وإنما جعلت أوكرانيا بالوجه وورطت روسيا في الدخول في حرب ضد أوكرانيا أوكرانيا الآن صامدة بفضل السلاح الأمريكي المتطور والخزانة الأمريكية المفتوحة بالمليارات لأوكرانيا بالمقابل على روسيا أن ترد هذا الفضل والجميل لأمريكا فتقف مع إيران بإزعاجاتها المتكررة لأمريكا وحلفاءها في هذا الملف فلما يصل إلى أمر ترى أنه روسيا من طرف خفي تغمز للإيرانيين وتقول لهم فعلوا لا تفعلوا قولوا ولا تقولوا ويبدو أنه حتى هناك تعطيها بعض الأمور للالتفاف حول أي قرار تتخذ الوكالة الدولي للطاقة الذرية فهذه هي اللعبة السياسية هذه اللعبة السياسية وبالتالي هل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر